اشتركوا في القناة كوفيد تسعة عشر الأرقام تواصل مرتفعة خمس وفيات أزيد من ثلاثة ألاف ومائة وأربعين إصابة على امتداد الأربعين وعشرين ساعتنا الماضية دلالة هذا الارتفاع هل نحن أمام موجة وبائية جديدة؟ أسئلة يجيب عنها ضيف الظاهرة الأخي الصائف في الطب الإنعاش والمستعجلات بروفيسور شفيق الكتاني عدسة الظاهرة في مركز تدريب الوحدات المحمولة جوا بسلا ثم بالقاعدة الملكية الجوية بالقنيترا من هناك ميذليون جوا نقلوا إلى المحمس في إطار مناورة افتراضية للأسد الإفريقية تمطر صيفا في الشرق والجنوب الشرقي وبعض المناطق زخات الرعضية تنعش حقينة بعض الصدود روبرتاج الظاهرة من توريت أهلا بكم أمل البيضويين في مواجهة الاختناق المروري الباسوي من نوع بي أش أن أس هي حافلات كهربائية لن تدخل الخدمة إلا في الفصل الأول من العام المقبل أسطول الباسوي سيتكون من أربعين حافلة والحافلة الأولى تم الكشف عنها صباح اليوم كان هناك يونس رفيق حافلة بمعايير صديقة للبيئة هي واحدة من بين أربعين حافلة تشكل أسطول الباسوي بمدينة الدار البيضاء تم الكشف عنها صباح اليوم على مقربة من القطب المالي للعاصمة الاقتصادية حافلات البيئة شناس في الدار البيضاء هذه الحافلات عندها الخصوصية أنها تمر في ممرات خاصة وعندها كباسيتي هي من 21 متر من طول وكتساع 168 ديال الركاب بما فيهم 58 ديال البيضاء والأشغال تتقدم بشكل مضطرد على أمل أن يبدأ الاستخدام الفعلي لهذه الحافلات في الفصل الأول من سنة 2023 كذا بسوي كتجي كتكميل لكذا تخموي وهي العلامة التجارية لخدمة نقل بواسطة تراموي وكتكمل كذلك كذا بس وهي الخدمة لنقل للمواطنين بواسطة الحافلات ستبقى من بعد خدمة الأنظمة والتجارب ودير المراكز الصيانة هذه كلها إن شاء الله حتهية سنكملها من هنا لما تم السنة الجارية ويعزز الباصواي شبكة المواصلات بالدار البيضاء حيث يربط الخط الأول منطقة لساسفة بالسلمية فيما يربط الخط الثاني شارع غاندي بمدينة الرحمة بالأمس أنهى مرشح القطب العلمي والتقني والمهني أنهوا اختبارات الباكالوريا في دورتها العادية واليوم التحق تلاميذ القطب الأدبي والتعليم الأصيل بمراكز الامتحان يختبرون اليوم وغدا على أن تعلن النتائج للقطبين معا في الفاتح من يوليوز المقبل اللحظة في ثاني ملفات الظهيرة المؤشرات الوبائية في منحنت صعودي يتأكد في 24 ساعة مضت وثقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أكثر من 3140 إصابة شديدة خمس وفيات بالأمس جليلة برفتان بعد أشهر من الاستقرار الوبائي وتسجيل حصلة نيومية ضعفة بفيروس كورونا تراوح ثقفها ما بين 30 و50 حالة عادت منحناية كورونا للارتفاع مجددا ببلادنا حصلة تقيلة سجلت خلال 24 ساعتنا الماضية 3141 إصابة جديدة أعلنت عنها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مقابل تعافي 1591 شخصا وتسجيل خمس وفيات الحصلة الجديدة للإصابة بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى أزيد من مليون ومائة واثنتين وتسعين منذ الإعلان عن أول حالة في الثاني من مارس 2020 فيما بلغ مجموعة حالة الشفائت ما يفوق المليون ومائة وثلاثة وستين حالة بنسبة التعافي بلغت 97.5% فيما بلغ مجموعة الحالات النشطة 13.533 حالة فيما تم تسجيل 10 حالات خطرة جديدة ليصبح بذلك مجموعة هذه الحالات 49 حالة بينما بلغ معدل ملء أسيرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19 0.9% وفيما يتعلق باللقاح المضاد لكوفيد-19 أبرزت الوزارة في نشرتها اليومية أن أزيد من 6.523.000 شخص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس فيما ارتفع عدد الملاقحين بالجرعة الثانية إلى أكثر من 23.334.000 شخص مقابل ما يفوق 24.850.000 شخص تلقوا الجرعة الأولى ويحضر ضيفا معنا في بلاتو الظاهرة الأخصائية في الإنعاش والتخدير بروفيسور شاكيب الكتاني أهلا بك شكرا إذن بالأمس سجلنا أكثر من 3.140 إصابة هذا الارتفاع أو هذا المنحان التصعدي يسجل في الآونة الأخيرة بشكل يتولى هل هناك ما يبرر هذا الارتفاع سيكتاني؟ ما يتبرر هذا الارتفاع هو نقصنا من المسائل التي تتحاول تنقص من انتشار الفيروس نرى اليوم بأنه لم يكن لدينا المسائل الوقائية التي كنا نقوم بها ستشهر أو هذه سنة كين واحد تراخي لأنه قلنا في الكوفيد ما بقاش؟ الكوفيد ماشي ما بقاش بقى كين لوميكرون لي ما تعطيش حالات خاطرة كثيرة وكين لدينا الطرف كبير ديال الساكنات المغربة اللي اليوم نلقحين ما بقيناش نخاف منه ولكن على هذه الواترة والعادة التي كتر نحبنا في الآلف ألفين مزيان فشهر وصول عشر آلاف سترجع الحالة بقية صعبة شوية كين هناك من الأخي الصائيين أمثالكم بروفيسور شافيخ الكتاني أنه من يتحدث على الرقم ديت الآلف اللي كان سجله هو رغمي للاستئناس فقط لأنه لو كانت الاختبارات لكان الرقم ربما مضاعف نشوف كثير من العائلات اليوم عندهم أنغم اللي تيجي في الصف وراه الكوفيد ليس كل شي تدار تحليل في اللابو غاتواق وتنشوفوا فشهر نديروا التحليل في اللابو غاتواق تقريبا اليوم وصلنا تحليل على ربعة تكون بوزيتيف هالشي تبين بيننا لحالات كثيرة وتنعرفوا اليوم بزارة العائلات عندهم مرض بالكوفيد ليس كل شي مشادر تقول لك اللاعر عندي واحد شوية الحلق مريض لأنها تبدل ما بقاش مشكلة تنفس كثير كان بزار بحال انغيوم بحال ينغيب لتتجي في الصيف ولكن عند واحد عادة الناس تقدر تكون خطيرة هالشي تنشوفوا اليوم العادة الخطيرة بشي كثيرة ولكن غادية تزاد بشوية بشوية خمس وفيات كليك يقول لك أنه الأعداد ديال الوفيات هي نسبيا مستقرة فبالتالي مخصناش نبالغو مخصناش نهولو هل هذا صحيح هما ما معناش حالة ديال الوفيات كثيرة اليوم ولكن يلقنا على الواترة فشل نوصول عشر آلف حالة ديال إيجابية في النهار العدد ديال الحالات الخطيرة غتكتر اليوم تندخلوا عشراء في جميع الأقصى من الإنعاش في المغرب ولكن غدا وبعد غدا نوصول عشرين ثلاثين ربعين في النهار والحالة ديال الوفيات غتكتروا والوفيات ماشي تكون عندنا الوفيات بلا غريب ولكن في هذا الوقت في هذا الوقت عندنا وتنعونا وتنكين واحد نقطة أخرى تنشوف نسبة للملء ديال الأسيرة اليوم عاش رمشي خاوينا الأسيرة الأسيرة في يوم مرضى أخرين في معنا بزاف حوادث تتسير عندنا بزاف ديال المرضى اللي تتعالجوا على أمراض أخرى رمشي السيرة اللي هو خاوية وتتسير للمرضى ديال الكوفيد هاد الواتيرة بمعنى لمشي نضغطنا على المنظومة الصحية أنه هذوك الناس اللي في الإناش يعني غادي يضغطوا على أسيرة لأصلا ممتلئ أب أمراض وبحالات أخرى هذه الأسيرة ديال الإناش عامرة اليوم مرضى أخرين اللي تنتمنى وما يعني ما نرجعوش لأقسام ديال الإناش بختصة في الكوفيد ربدينا في يوم اليوم لأن العدد العدد ديال المرضى التي يصلوا للمستشفيات في حالة خاطئة ربدي كتر هو عشرات ولكن فجل نصول عشرات لا في حالة بحالة كنا في شهر فبراير سنوصلوا للمياه ديال الحالات الخطيرة التي ستتنعز في جميع أقسام الإناش والمغرب إذا ما نحن نديره لتفادي فهمت من كلامك أنه كينا اليوم نحن نعيش على مشارف موجة وبائية ما نحن نديره في الوقت الراهن؟ أول حاجة الناس اللي ما ملقحين يمشيوا وتلقحوا واللي ما ديرش البرنامج ديره تلقح كامل يكملوا مثلا دير الجرعة اللولة والثانية يمشي دير الثالثة يمشي دير الثالثة ولي من دير الثالثة نحن نشوفه الوزارة تشوفه أنه عدد الناس كبار والناس اللي عندهم أمراض مزمينة يقدروا يطلقوا واحد الجرعة الرابعة هذه اللولة ثانيا نقصوا شوية نرجعوا لهذه ستشهور لهذه عام نقصوا من التسلام نديروا الكمامة فاش يكونوا فاش يكونوا في أماكن اللي مغلوقة نعودوا نديروا الكمامة باش نقصوا من الواترات الارتفاة لانا فاش غنفوتوا عشرالف ديال الحالات فالنهار را غادي يكون واحد لانباكت على الحياة ديال 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 مواطنين وعلى المستشفى وغا تقول لكم مشاعر صحيح تقتصادية راح نعشناها وتنعيشوا فاليوم اخس الن gustaría تتحاول ترجع لذلك الشيء نقصوا شوية من ت lacked الإنتشار ديال 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 الديال ديال لفيروس 13 وغادي يزيد 19 ولي كان النوع الجديد نهار عن أومیکرونüyorum 2021 ما نزال تستنشر بطريقة كتيرة ما تتعطع لش أرضات تعمل أعراض خطيرة ولكن المعراض ليست خطيرة حيث النوع ديال فيروس ليست خطير ولكن الكهن السكان نرى هم عندهم واحد المناعة إما بتلقيه ولا بالمرض اللي قبل. ذلك شيء. لماذا نقول لنا الحاجة اللي سهلة وبسيطة هو كل واحد يكمل برنامج تلقي حدياله اللي لم يدرش الجرعة الثالثة يديرها. وبالنسبة للتعامل ديالنا في كل نهار رجعوا لذلك شي اللي كنا في هذه واحدة السنة. نقصوا من من تسلام نديروا الكمامات نقصوا يدينا ما نجمعوش ما نكونوش كثير. دبالي أنه يعتبر هناك استخفاف يعني إلى حد ما بين خاصين من هذا الفيروس في الوقت الراهين. كيكون مثلا مصاب وكيتحرك في وسط البيت وحتى العزلارة ما بقاش. ما بقاش الإنسان منه كيتصاب كيمشي يعزن نفسه وداخل البيت والناس الكبار السن. كما فهمت من كلامك شفيق الكتاني أنهم هم الفئة الأكثر هشاشة وعرضة الأعراض الخطيرة والمضاعفات الخطيرة ديال الفيروس. لأن هذا مزيان. دبالي تهلي مرة يدين قسم أنه يبقى في الدار ولا خروج يدير الكمامة ديال وغسلية ديال. وتعودوا نقول لنا كبار السن ما شغل كبار السن. الناس اللي عندهم أمراض مزمنة ومازالين صغر. والناس اللي لم يديريش الفاكسين في نوبا. اللي لم يديريش تلقيه. رامزان يتوصلون من رامرة. لا راب في فبراير كانوا عندنا ناس لشباب ديال ثلاثين واربعين عام. ما كانوا ملقحين وجاب دي فوق مغاف. ذلك شي علاش التعامل ديالنا مع الفيروس يرجع كما كنا من قبل. باش نقصوا من الحدة ونحافظوا على شريحة من الساكين. رامكيش ليوم راكين العائلات كتار متضرين اليوم. خاصة موسم الصيف كان حفلات الأعراس كان الاحتفالات يعني تفادي احتفل أماكن المغلقة رجعوا للكمامة. نقدروا نرجعوا للكمامة ونقصوا من التواصل ونكونوا كتار ونكونوا في أماكن مهوية ونغسلوا يدينا ونقصوا من السلام. شكرا لك. بروفيسور شافيق لكتاني أخي الصائي في الإنعاش والتخدير. شكرا لكم بروفيسور. شكرا لك. انزال بالمضلات تلات مناورات عسكرية مغربية أمريكية مشتركة نظمت ليلة أمس بمنطقة المحبس جنوب المملكة في إطار تدريبات الأسد الإفريقي. قبل هذه المناورة الافتراضية الاستعداد كان بمركز تدريب الوحدات المحمولة جوا بسلام. ثم بالقاعدة الملكية الجوية بالقنيترة. من هناك تم إركاب 140 مغربيا. نقلوا جوا على متن ثلاث طائرات عسكرية أمريكية في اتجاه المحمس. مريم أملال مصطفى السعدوني. آخر الاستعدادات الجارية للالتحاق بتدريبات العسكرية المشتركة المغربية الأمريكية. هنا بمركز تدريب الوحدات المحمولة جوا بمقر اللواء الأول المشت المظليين بسلا. كلهم جاهزون بعد أن تأهبوا نفسيا بدنيا وتقانيا. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. تشارك الوحدات المحمولة جوا لللواء الأول والثاني للمشات المظليين في المناورات والتدريبات لمشتركة المغربية الأمريكية. وينبين الأهداف المسطرة لهذه التمارين. تبادل الخبرات بين قوات الدول المشاركة. تعزيز وتقوية المهارات الميدانية. من سلا الوجهة كانت القاعدة الملكية الجوية الثالثة بالقنيطرة. هنا مكان الانطلاق للالتحاق بمناورات الأسد الأفريقي جنوب المملكة. لكن قبل ذلك لقاء تحضيري بين القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية. آخر ترتيبات وضعت تمهيدا للإنزال بالمظلات بمنطقة المحبس بالصحراء المغربية. ولذلك خصصت ثلاث طائرات عسكرية أمريكية. من بين أهداف هذه التدريبات هو توفير تمرين أفضل لربابنتنا رفقة عناصر القوات المسلحة المغربية. والاستفادة من كفاءاتها ومهارات قواتها الجوية. بالنسبة لعملية اليوم سنقوم بمناورات بالقفز المظلي لعرض المهارات الذاتية للمظليين المغربة. بعد التأكد من سلامة العدة والعتاد لحظة إركاب الجنود المظليين المغاربة حانت والطائرات العسكرية الأمريكية جاهزة. عمل مشترك وتنسيق متكامل يضمنه الأسد الأفريقي. في إطار تدريبات عسكرية مشتركة هي من بين الأهم والأضخم في العالم وعلى مستوى القارة الأفريقية. دع الرئيس النيجيري محمد بوهاري دع بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي إلى الاستثمار في مشروع خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب. ينتظر أن ينقل الغاز النيجيري أكبر احتياطي إفريقي أن ينقله عبر المغرب إلى أوروبا. أوروبا التي تواجه اليوم أزمة الغاز. الغاز أصبح الآن سلعة نادرة. والكلام صدر اليوم على لسان وزير الاقتصاد الألماني. بلاده رفعت اليوم من مستوى التأهب بمجب خطتها الطارئة بشأن تأمين إمدادات الغاز. عقبا خفاض بنسبة 60% في عمليات تسليم الغاز من موسكو. وبسبب الحرب الروسية الأوكرانية وفي سياق عالمي يتسم بتجاذبات وتقاطعات جيوسياسية العالم على شفها أزمة غذائية غير مسبوقة. الأمم المتحدة تحذر. زهرة أيتح. في أسوأ وقت ممكن اندلعت الحرب بين حقول أوكرانيا إحدى أكبر خزانات الحبوب في العالم. لتكون هذه الحرب ثالث أضلع مثلث المجاعة بعد جائحة كورونا والتغيرات المناخية. مجاعة وسوء تغذية تتوسع رقعتها عددياً بين سكان الأرض وجغرافياً بين مناطقها. دق نقوس الخطر مرات عدة حتى بات صوته معتاداً قد لا يتير الانتباه. منظمة الأمم المتحدة وفي تحذير آخر جديد قالت إن العالم يواجه أزمة جوع غير مسبوقة داعية للحكومات إلى الصمود. وبالأرقام تقول المنظمة إنما يزيد عن 193 مليون شخص يعانون عدام الأمن الغذائي في 53 دولة. وأشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف من جانبها أن 13 مليون ونصف المليون طفل دون الخامسة يعانون سوء التغذية الحاد بينهم ثمانية ملايين طفل يواجهون خطر الموت بسبب ذلك. وبالجماع أزمة كورونا وحرب أوكرانيا والتغيرات المناخية نصف إذن ما أحرز من تقدم في تعزيز الإمدادات الغذائية والحد من الجوع على مدى ربع قرن تقول الأمم المتحدة. والنداءات لجمع التبرعات والمساعدات لتلبية حاجيات فورية لن تكون لوحدها كافية لمواجهة أزمات إنسانية آنية ومستقبلية طويلة الأمد. أمام الارتفاع الذي يتوالى في أسعار الوقود الرئيس الأمريكي جو بايدن يدعو الكونغرس إلى تعليق الدرائب الفيدرالية على البنزين والجازوال لثلاثة أشهر. يقول الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلم أن هذه الخطوة لن تحل المشكلة لكنها ستخفف الضغط قليلا عن الأسر الأمريكية. وتتابعون في الشق الثاني من الظهيرة تمرين محاكاة للثلوة البحري الطارع بالهيدرو كاربونات سيميلوكس 2022 في عرض ساحل المحمدية المتاحف لم تغلق أبوابها مساء ظلت مفتوحة والولوج إليها مجانا في ليلة المتاحف والأرويقة قبل ذلك سيول جارفة في وادي تارودانتا سببت في وفاة شخص جراء انقلاب سيارته في الوادي فيما نقل شخص آخر إلى المستشفى يوجد في وضع صحي غير مستقر وفق معلومات استقاها اليوم مراسل القناة الثانية محمد مبكر هي سحابة صيف ماطرة زخات الرعضية في توريرت حملت أمطار بكميات متفاوتة مصحوبة برياح قوية أحيانا عبد الحميد المرعبط يونس النصري من توريرت بداية فصل الصيف جاءت ممترة هذه السنة بجهات الشرق هنا بتوريرت وخلافا لما ألفه الناس في هذه الفترة من السنة شهدت المدينة نزول أمطار معتدلة مصحوبة برياح خفيفة مطرية استبشر بها السكان خيرا بعد أسابيع متتالية من الأجواء الصافية والطقس المطبوع بارتفاع ملموس في درجات الحرارة تجاوزت أحيانا عتبة الأربعين جاءت هذه التساقطة المطرية زوالا ومساء أمس الأربعاء بردا وسلاما على ساكنة مدينة توريرت هذا وقد شهدت مدن عدد مدن عدد بجهة الشرق خلال اليومين الماضيين نزول زخة مطارية رعدية مصحوبة أحيانا برياح عاصفية هذه التساقطة المطارية التي تفاوتت كمياتها من منطقة إلى أخرى لم تخلف أي أضرار تذكر ناقلة للنفط تصطدم بباخرة للشحن في مياه بحر المحمدية ما تسبب في تسرب النفط هذا الاستضام هو افتراضي فقط طبيعة التدخل في تمرين نفذته البحرية الملكية وأفراد القوات المسلحة والدرك الملكي تحت في ظل تحت عنوان مواجهة التلوث البحري الطاري رافقهما حسن الحمادي ردوان بوعروق وعثمان ميركادو مشهد تلوث بحري باليونان مصدره ناقلة للنفط أي بعيدا عن المياه الإقليمية للمغرب هي حوادث كثيرة تتكرر في عدد من البحر والمحيطات لكن ماذا عن استعدادات المغرب لمواجهة مثل هذه الحوادث أمس عينا تمرين ميدانيا لمحاكة التلوث للبحري الناتج عن استضام ناقلة نفط وسفينة شحن قبالة سوحل المحمدية تمرين قامت به عناصر من البحرية الملكية بدعم من القوات الجوية الملكية والدرك الملكي أي الوقوف عند مدى جاهزية وحداتنا العسكرية لاحتواء الوضع في وقت وجهز تنفيذا للتعليمات الملكية بخصوص تفعيل المخطط الاستعجال الوطني لمحاربة التلوث البحري الطارع هذا التدريب يشكل قيمة مضافة مهمة إذ عرف تسخير والتوظيف وسائل لوجستيكية جوية وبحرية وبرية لا يمكن إلا أن أكد أن الأهداف المستطرة قد تم تحقيقها وأن دور كل الفاعلين الوطنيين تم تفعيله خدمة للتنمية المستدامة ومن أجل مكافحة التلوث البحر الطارع الذي قد يهدد الفضاءات البحرية تمرين الميدان آخر وهذه المرة بشاطئ المحمدية تحت قيادة المدير العام للوقاية المدنية في إطار عمليات مكافحة التلوث البري أي كيفية التخلص من الزيوت والملوثات التي قد تزحف على الشاطئ بفعل قوة الأمواج بينما عند مدخل وبداخل ميناء المحمدية حيث تنشط حركة الملاحة البحرية وحيث قد تحدث استدامات بين البواخر تم تنظيم التمرين على كيفية محاصرة التسربات النفطية وحماية المجال البحر للمناء من التلوث عملية تمت تحت إشراف الوكالة الوطنية للموانئ الهدف الأساسي من هذا التمرين هو أولا تقييم المخطط الاستعجال الوطني لمحاربة تلوث البحرية الطارع المسوى العملي والتقني واللوجيستي وكذلك تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف المتدخل في هذا المجال من قطاعات مدنية وعسكرية وقد تم تنسيق وتنفيذ التمرين من قبل مركز القيادة الوطنية في المقر الرئيسي لدائرة التنمية المستدامة بالربا بقيادة المنصق الوطني وقد تمت جميع التدخلات الجوية والبحرية والبرية لمحاربة هذا التلوث بنجاح وفي ظروف حسنة مما مكن من تقييم جميع الإجراءات المستطرة في المخطط الاستعجالي الوطني لمحاربة التلوث البحري الطارئ ويشكل المخطط الاستعجال الوطني لمحاربة التلوث البحري الطارئ خطة للتدخل بتسخير إمكانيات اللوجيستيكية وبشرية من قبل الفاعلين العسكريين والمدنيين كذلك على مدى سبع سنوات امتد الدعم للفلاحين الصغار ضمن مخطط التنمية القروية في المناطق الجبالية عددهم وصل إلى 130 ألف فلاحين يتوزعون بين تنغير وورتزاس نزاب عزيزي الحسن بالعليم عبدالله مومن فلاح من جماعة إزناغن استفاد من 800 شجرة لوز ضمن برنامج تنمية المناطق القروية بإقليم ورززات يقول إن المشروع قيمة مضافة وسيساهم في تنمية مداخل الفلاحين الصغار 60 فلاح في حدود 40 ألف شطل يعني 100 أكتر ديال اللوز وهذا المشروع ربما يعني هو في السنة التالية التالية دياله اللي الحمد لله يعني كما تلاحظون يعني يلا بدأ الإنتاج يعني بدأ الإنتاج تعطي البرنامج يمتد على سبع سنوات يهم 14 جماعة بإقليمي ورززات وتنغير 132 ألف مستفيد معنيون هذا المشروع هذا المشروع مموال بشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مع الحكومة المغربية وتهم إنجاز هذا المشروع على مستوى ثلاثة أقاليم بريب اللال إقليم تنغير إقليم موززة على مدى سبع سنوات وبتمويل يصل إلى تقريبا 580 مليون درهم المشاريع المبرمجة في المشروع فهي كتهم تنمية وحدة العدد السلاسل إنتاج سواء النباتي أو الحيواني بالإضافة إلى إنجاز وحد العدد المشاريع الإعداد الهضروفلاحي وإنجاز بعض المسالك القروية بعد مرور أربع سنوات على انطلاقة البرنامج وصلت نسبة الإنجاز 56% مشاريع تدخل في إطار استراتيجية الجيل الأخضر في الصفحة التي نخصص ها للوجهات الشاطئية نتوقف اللحظة بالجبهة والجبهة وجهة شاطئية تزخر بعناوين ساحرة مثل مرسدار بلايامونيكا الحواض هي مدينة مينائية بإقليم شفشاو تستعيد في بداية موسم الاستياف لاستقبال زوارها مما يعشقون الطبيعة والهدوء فؤاد العزوزي محمد حشوب شاطئ مرسدار أشهر شواطئ مدينة الجبهة هو خليج صغير بمياه صافية يعد أيقونة هذه المدينة الساحلية وواجهتها السياحية على الرغم من توفر المنطقة على شواطئ أخرى متميزة في هذه المدينة الصغيرة الهادئة بمينائها المطل على مياه المتوسط يستعد مهني والقطاع السياحي لاستقبال زوار المدينة في الموسم الصيفية باتخاذ جميع الترتيبات والاستعدادات على مستوى الفنادق ومؤسسات الإيواء وكذا الخدمات المرافقة استعدادات عن قدم وصق لأننا نوجده لكي نستقبل الناس وإنه أحسن استقبل وده الحمد لله تجيبها رجعت معروفة وتعرفات وحتى السلطة الحمد لله قيمة بالواجب من ناحية الجودة الفنادق المطاعم المراقبة كنا ساعا والحمد لله لا تذكر الأمور بخير المنطقة صراحة رائعة جد جد رائعة كنتز بأحد المناظر رائعة منطقة ساحلية وجبلية كذلك والناس ديالا كورة ماء ينتز بالكرم ومرحبا بالجامع عندنا صراحة الله نرحب بأي واحد جال عندنا هنا كرم ضيافة وترحيب من ساكنة مدينة الجبهة بإقليم شفشاون ودعوة للاستنتاع برحلات بحرية على متن القوارب الصغيرة الجبهة وجهة أيضا لهواة ممارسة الرياضات البحرية وملاذ للباحثين عن الأماكن الهادئة وعشاق الطبيعة بين أحضان الجبل والبحر لم تغلق المتاحف أبوابها أمس بحلول المساء ظلت مفتوحة والغلوج إليها بالمشان في ليلة المتاحف والأروقة في تنجا في الدار البيضاء في تطوان وجدة وغيرها من المتاحف الموزعة على التراب الوطني والسورة ترصدها بشرى رئيس من الربط هنا بمتحف بحمد السادس للفن الحديث والمعاصر أعطيت الانتلقة لتظاهرة ليلة المتاحف أكثر من خمسين متحفا ورواقا ثقافيا فتحوا أبوابهم في وجه العمومي لاكتشاف إبداعات فنية لمحترفين وهوات ضمن موعد عنوانه الأبرز الفن من وإلى الشعب مبادرة كبيرة دي الليالي للمتاحف المتاحف اللي هما كتعرفوا في بلدنا كين مئة متحف وتحت يعني رؤية دي الصاحب جلالة الكبرى باش تكون إعادة الهيكل لدي لدي المتاحف تعمل واحد الاستثمارات وتعطاة واليوم الحمد لله أنه متاحفنا من فاتحين على المحيط ديالهم وعلى المغاطنين أعتقد أنه من المهم جدا أن نعرف بموروثنا ليس فقط للمغاربة بل للسياح الأجنبي أيضا فانحو 65% من السياح الذين يزورون المغرب يزورونه لدواع ثقافية ونعمل في وزارتنا على خلق هذا الجسر بين الثقافة والسياح مد جسر تواصل بين الثقافة والسياح هدف من بين أهدف أخرى لهذه المبادرة فللثقافة دور مهم في خلق دينامية اقتصادية واجتماعية ليلة المتاحف وهو حادث وطني كيمكن للزوار اللي عندهم شغف بالفن والثقافة باش أنهم يزوروا المتاحف وبالنسبة للزوار اللي غيجوا المتاحف الوطني الفوتوغرافية بإمكانهم أنهم يكتشفوا هذا المعرض اللي العنوان دياله نساء فوتوغرافيات هذه مبادرة جيدة وتنتمنوا أنها تكرر ليلة المتاحف لا تقتصر على العاصمة فحسب بل تهم مختلف جهات المملكة والغاية غرس الثقافة بين أفراد المجتمع صغار وكبار في الختام نذكر من بين أبرز ما جاء في نشرة الظهيرة باسواي الدهر البيضاء اليوم تم الكشف عن الحافلة الأولى ضمن أسطول سيتكون من أربعين حافلة صديقة للبيئة ستجوب العام المقبل شوارع الدار البيضاء كوفيد-19 الأرقام تواصل مرتفعة خمس وفيات أزيد من ثلاثة ألاف ومئة وأربعين إصابة سجلت على امتداد الأربعين وعشرين ساعة الماضية دلالة هذا الارتفاع هل نحن أمام موجة وبائية جديدة؟ أسئلة أجاب عنها ضيف الظهيرة الأخ الصائي في طب الإنعاش شفيق الكتاني عدسة الظهيرة كانت في مركز تدريب الوحدات المحمولة جواً بسلا وبالقاعدة الملكية الجوية بالقنيترا من هناك مظليون نقلوا جواً إلى المحبس في إطار مناورة افتراضية للأسد الإفريقي أمطرت صيفاً في الشرق وفي الجنوب الشرقي وبعض المناطق زخات الرعضية أنعشت حقينة بعض الصدود والروبورتاج في الظهيرة تابعناه من توريرت بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الظهيرة الموعد الإخباري القادم مزيغية في الثامنة والربع مساءًا أنفس واغ الليلة مع إحسان من بلو المساء في التاسعة والربع الليلة مع زكرياءة عبد المجيد غداً بإذن الله ترافقكم في الظهيرة زهراء يتحل إلى المنطقة موسيقى